حقيقة أن التهديدات التركية التي طالت المنطقة والتي لم تلبث أن تهدأ حتى عاودت للإدعاء بالقيام بحملة عسكرية أو التجهيز لإشتيح عسكري جديد يعطي أخطار كبيرة للشعوب المتواجدة في المنطقة ومنها شعبنا السرياني الأشهري الكلداني الذي يحاول العيش بسلام وأمان مع المكونات الأخرى والشعوب الأخرى في المنطقة إنما هذه التداعيات وهذه التحضيرات لشن عملية عسكرية على المنطقة قد تدي بحياة الآلاف من شعبنا المسالم المتواجد في المنطقة وأيضا زهق أرواح المدنيين العزل الأبرياء مع نزوح الشعب أو إصابات العديد منهم فضلا عن تخريب البنية التحتية والحاق الضرر بالمراكز الخدمية والحيوية والتي شهدتها المنطقة خلال فترة احتلال الدولة الاحتلال التركي لهذه المناطق وحتى يومنا هذا من قطع مياه على الشعب في مقاطعات الحسكة وأيضا استهدافها للقرى الأهلة بسكان واستهدافها لدور العبادة والمراكز الخدمية والحيوية التي كانت تخدم شعب المنطقة المتواجدة والقاطن ضمن قرىه بشكل مسالم على خطوط التمس يعني هذه التهديدات وهذه التداعيات لتحضير لحملة عسكرية جديدة على المنطقة نراها بجدية كبيرة ونأخذها بعين الاعتبار على هذا الأساس التجهيزات العسكرية لقواتنا كمجلس عسكري سرياني بجاهزية كاملة ورفعنا من نوعية مقاتلين لنكون جاهزين لمجابهة هذا الاحتلال ما إذا أعلنت عليه دولة الاحتلال التركي وقامت به ميدانيا سيكون الحرب بشكل واسع وستكون الجبهة مفتوحة على مستوى خطج التماس كامل لذلك نرى أن الاحتلال التركي لن يكون له الفرصة الكبيرة لاحتلال واقتصاص مناطق جديدة من الشمال وشرق سوريا ليحتلها وتركها للفصائل المدعومة من قبله والتي تقوم بالأعمال وجرائم الحرب ضمن تلك المناطق مثل رشعين رأس العين سريكانية وأيضا طل أبيض وعفرين المحتلة من القتل والنهب والخطف وغيرها ممن يقومون بتعذيب السكان الذين هم قاطنون تحت سيطرة هؤلاء المرتزقة طبعا التجهيزات العسكرية والتنسيق العسكري موجود وقنوات التواصل العسكرية مفتوحة للتجهيزات بهدف الدفاع عن المنطقة والشعب ضد أي محتل وضد أي قوة تحاول المساس بأمن وسلامة شعبنا بشمال وشرق سوريا كاملة نحن كقوات المجلس العسكري السرياني ومن القوى المؤسسة لقوات سوريا الديمقراطية نؤكد التزامنا وجاهزيتنا لمجابهة هذا العدوان ما إذا كان في أي قطعة جغرافية من شمال وشرق سوريا سنكون مستعدين لتصدي هذا العدوان وأي سياسة أخرى تحاول تفكيك النسيج الاجتماعي الذي بنيناه بدماء شهدائنا ومصابينا وأيضا أسرانا وعن طريق الجهود التي قدمته الإدارة الذاتية الديمقراطية في سبيل الحصول على منطقة آمنة تكون حق للشعب بإدارتها سنكون ملتزمين بالدفاع عن شعبنا مثلما كنا ملتزمين سنكون مضحيين أكثر مثلما ضحينا سابقا ضد التنظيمات الأرهابية والتي هي نفسها من تقوم دولة الاحتلال التركي بدعمها مثل تنظيم داعش الأرهابي وغيرها سنكون على استعداد تام وفي الخطوط الأمامية لتصدي هذه الهجمات وهذه السياسات التي ترمي لتطبيق التغيير الديمغرافي على المنطقة وأفراغ المنطقة من محتواها الثقافي والحضاري والتاريخي العريق أشوريين في المنطقة وكوات العسكرية الموجودين في المنطقة من أيام ما بلشت الثورة في سوريا أيضا أسسوا أنظمة خاصة حتى تحمي مناطقهم وتحمي شعب الأشوري الموجود في المنطقة خاصة دور المرأة كان دور قوي في المنطقة كانت السند القوي لشعبنا الأشوري أيام الاعتداء على الشمال وشرق سوريا بهذه الفترة كانت المرأة كمان لها دور قوي بتأسيس قوات عسكرية مع القوات العسكرية الموجودة في حرص الخابور الأشوري بهذه الأثناء في 2012 تم تأسيس هذه القوات القوات العسكرية مثل ما قلت ليك تأسست في 2012 وقت اللي بلشت تأسيس قوات عسكرية غير القوات الأشورية كمان هناك قوات أيضا تأسست في هذه الفترة من مجلس عسكري سرياني من حرص خابور الأشوري من وحدات حماية الشعب بكل القوات هاي تم تسميتها وحدات حماية الشعب في منطقة شمال الشرق سوريا هلا تهديدات التركية مو من هلا على شعبنا شعب سرياني الأشوري أو على الأشوريين موجودون في الخابور من 2015 والتهديدات التركية مستمرة من أيام تعسيس داعش اللي هو داعش تاب على تركيا حاليا أيضا التهديدات التركية طبعا رح تأثر على الشعب الأشوري على الشعب الأشوري تعرفي بهذه الفترة ومن 2015 لألا صار عندنا هجرة قوية من داخل سوريا إلى خارج سوريا بسبب التهديدات التركية والاستهدافات على قرى الأشورية حاليا أيضا بهاي الفترة كمان تهديداتها رح يأثر على الشعب الأشوري الموجود في الخابور تأثير كامل وعلى شعبنا السرياني الأشوري في منطقة شمال الشرق سوريا بالكامل ولكن كشعب الأشوري نحن قادرين قد الإمكان أن نظل صامدين بأرضينا بأراضينا بأراضي أجدادنا ما رح نترك الأراضي للمحتل التركي حتى يظل يهجر فينا من 1915 عم يهجر بشعب الأشوري سرياني لحد 2020 و2022 عم يتم تهجير شعب الأشوري سرياني ولكن الشعب الأشوري ما تبقى من شعب الأشوري الموجود في هذه المنطقة أحد على نفسه أنه يصمد ويحارب حتى ينتصر على العدو التركي لك قوات الأشورية الموجودة كسريانية الأشورية الموجودة في هذه المنطقة هي من ضوية تحت راية قصد هي قوة ضمن قوات القصد وعندما تكون القصد جاهزة أيضا الأشوريين وقوات سريانية أيضا جاهزين لأي صد الهجوم نحن تجهيزاتنا هلا حاليا أكثر من قبل بكثير يعني أي حدا يتوهم أنه الهجوم التركي على منطقتنا هي هجوم سهل يعني هي مثل ما تقولين رحل الشعر العسل لا أنا بقول لك هلا الهجم التركي رح تنعاد عليهم بالخصائر والخصائر الكبيرة لأنه قوات سوريا الديمقراطية مع جميع المكونات مع المدني والعسكري وقوات العسكرية كمان جاهزة لصد أي هجوم أي هجوم كان من البربري من التركي من الاحتلال التركي لأنه نحن تعلمناهم وجهزنا حالنا ما رح نفسر تاني مرة هاي المرة رح تكون المرة الأخيرة لتركيا رح نفرجي قوة قوات سوريا الديمقراطية بهاي الفترة من هنا وكيف هنا لأنه نحن قوات سوريا الديمقراطية لسه بس عرب أو كردن أو آشوريين نحن جميع المكونات بمدنية وعسكرية وجميع الشعوب الموجودة بدأت تصمت وتقاتل حتى آخر رمق بأنفسنا